بسم الله الرحمن الرحيم جمهورنا الكريم حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم من الجمعية العربية للغداد الصم وسكري الأطفال في حلقة جديدة من برنامجنا المتجدد وهذه الحلقة الرابعة من سنة 2024 في حديث عن مراحل ما قبل السكري وفحص ما قبل السكري عند الأطفال تقدم هذه الحلقة الدكتورة شيماء رأفت مدرسة طب الأطفال في وحدة الغداد الصم والسكري في كلية الطب بجامعة الإسكندرية سوف يكون أنا بعد الاستماع إلى هذه الكلمة عن مراحل السكري المختلفة حلقة نقاشية بعد ذلك إذا كانت لديكم أي أسئلة بإمكانكم طرحها حتى يتم الإجابة عليها فيما بعد بالتالي نستقبل الدكتورة شيماء بأكثر الترحاب وأشد الترحاب في هذه المشاركة القيمة من عندها وأهلاً وسهلاً بها في برنامجنا ساعة السكري تفضلي دكتورة شيماء أهلاً وسهلاً بحضرتك دكتور حسين طبعاً يسعيني ويشرفني أن أنا أشارك النهاردة في جلسات في الجمعية العربية للبودة للصماء والسكر أنا دكتورة شيماء رقفط مدرسة في أطفال جامعة إسكندرية واستشاري البودة للسكر في الأطفال طبعاً حباً نهاردة أكلمكم عن مرحلة يعني مش بنتكلم نتطرف لها كتير اللي هي المرحلة بقى قبل ما يحصل السكر وإيه الفحوصات اللي مفروضة إن أنا أعملها حنتكلم عن إيه السكر النوع الأول والتاني وإذ مرحلة ما قبل السكر أبشخصها إزاي إيه الفحوصات اللي أنا بعملها هل ممكن إن أنا أقلي نفسي من السكر النوع الأول ولا السكر النوع الثاني ولا لا زي ما احنا عارفين سكر النوع الأول زي ما احنا عارفين ده وضع سحي مزمن قد يكون مناعي ذات يدذب خلايا بيتها في البنكرياز فبالتالي البنكرياز بينتق كمية قليلة من الإنسولين أو لا ينتجه نتيجة لتلف هذه الخلايا ودايماً الأعراض في النوع الأول بتبقى بسرعة وبتظهر الأعراض على شكل زيادة الشعور بالعطش والتبول وخسارة الوزن اللا إيرادية طيب ايه هو الإنسولين؟ زي ما احنا عارفين هو الإنسولين ده هو البوابة أو حارس البوابة اللي هو بيدخل الجلوكوز للخلايا عشان نحصل على الطاقة ونعمل كل الوظائف الحيوية بتاعتنا طيب لو مش موجود الإنسولين بالتالي البوابة دي هتتقفل والناتج عن كده أن مستويات الجلوكوز في الدم بتاعها والخلايا اللي الجلوكوز فيها بيبقوا لي السكر النوعي الأول هو طبعا مرض مناعي يعني بيهاجم الجهاز المناعي الخلايا المنتجة للإنسولين وبيدمرها على مدار بعدة أشهر أو سنوات حسب سرعة تطور المرض بتختلف طبعا من طفل الآخر أعراض السكر المناعي ما بتظهرش جيد لما بيعدي التدمير للخلايا ده 90% إلى جانب طبعا العوامل الوراثية والعوامل البيئية زي تعرض الفيروسات ومن أشهرها الفوكساكي فيروس مشخص السكر إزاي لو خلاص بقى في كل الأعراض دي زي ما قلنا العطش وشعور بالتعب والحاجة للتبول بشكل مستمر الشعور بالجوع فقدان الوزن هلا حعمل سكر صايم السكر الصايم هيكون أعلى من 126 ميلي جرام بردي تيليتر أو الاتنين طبعا بعملهم مع بعض الهومجلب السكري هيبقى 6.5 أو أكتر في السكر النوع الثاني هو برضو وضع صحي مزمن بس هو هنا الجسم أو الخلايا بيتب بتفرز عادي الإنسولين ولكن الإفراز الإنسولين ده بيبقى غير فعال إنه هو يحافظ على مستوى السكر في الدم وده بياخد طبعا وقت أكبر من إيه من السكر النوع الأول عشان يبدأ يتطور وتظهر الأعراض لها بشكل واضح وصريح أسبابه غالبا هي طبعا زيادة الوزن وقبل ما يحصل السكر بيبقى في مقاومة إيه إنسولين واللي بيزيد بقى الموضوع إنه يبقى فيه تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني إلى جانب بعض العوامل البيئية أو الزهابات في البنكرياس لو شفنا إشارة المرور دي حنلاق إن هي شبه خالص الديابيتس دايما إحنا شايفين اللون الأخضر ده بيكون طفل ثانيم تماما نيجي بقى اللون الأصفر ده كده إحنا بنقول أخلي بالكو يا جماعة في مشكلة ما ودي مرحلة مقابل السكر اللي إحنا بنتكلم عليها النهار بيكون ما فيش علامات واضحة للسكر ولكن إحنا إيه إحنا في عندنا شوية لخبطة لازم أخد بالي منها لأن لأن لأخدت بالي منها في المرحلة دي هستعبني كتير في المرحلة اللي بعدها ممكن إن أنا أخي نفسي من السكر تماما زي هنشوف في بعض الأنواع السكر وممكن إن أنا على أقل أبعادها هتعامل إزاي مع السكر لما يحصي طبعا الإشارة الحمراء اللي هي طبعا إيه السكر فبالتالي أنا لما أتكلم عن مرحلة مقابل السكر هي إن هنا هيبقى مستوى السكر في الدم هو أعلى من الطبيعي ولكن أقل من إيه من المستوى في الإصابة بالسكر طيب أشخصه إزاي بثلاث حاجة أول حاجة اختلال السكر الصويم يعني السكر الصويم يكون من 100 ل 125 ميلي جرام بر ديسي ليلر طبعا في أماكن بيقصوا بالميلي مور بر ليلر بيبقى من 5.6 من 10 ل 6.9 من 10 ميلي مور بر ليلر أو اختلال بتحمل الجولكوز يعني أنا عندي لما باكل السكر بيبقى عندي مش مزبوط ممكن يكون السكر الصويم كويس ولكن هو المشكلة في السكر بعد الأكل بيعلى مني أو ممكن يكون الاتنين كمان موجودين مع بعض اختلال تحمل الجولكوز ده لو السكر بعد تناول الطعام بساعتين من 140 هو طبعا بيبلي تسته معين بس يعني هو مبدئيا انه هو لو بعد ساعتين عملت السكر بيبقى من 140 ل 119 اللي هو من 7.8 من 10 ل 11 ميلي مور بر ليلر طيب أولا عملت السكر التراكمي لقيته من 5.7 من 10 ل 6.4 من 10 في المية يبقى في المرحلة دي هقولي ان أنا عندي ايه كده مشكلة لا هي سكر ولا هو الطفل ايه طبيعي زي ما احنا قلنا اللي هي المرحلة من قبل السكر ولكن ان هي بتختلف في الاطفال هل ده سكر نوع اول ولا سكر نوع تاني هتختلف في الاعراض والوضع بيبقى من ازاي لو جينا مساكنا السكر النوعي الاول بيبقى بيمر بكذا مرحلة من اول ما يبدأ المرحل بيمر زي ما احنا شايفين باربع مراحل المرحلة الاولى بيبقى الاجسام المضادة بدأت تبقى ايجابية ماشي ممكن هما اربع اجسام مضادة بنعملهم ممكن يبقى واحد او اكتر لكن هنا في المرحلة دي بيبقى السكر في الدم طبيعي تمام طيب المرحلة التانية يبدأ مع الاجسام المضادة دي ممكن تزيد في العمل وبيبقى بقى فيه اتراب مستوى السكر في الدم ولكن في المرحلة التانية دي على الرغم من اتراب مستوى السكر في الدم هو ما فيش اي اعراض تمامة طيب نيجي ندخل على المرحلة التالتة اللي هي بداية بقى السكر بيبدأ اتراب مستوى السكر ده بيقدي لحدوث اعراض بيقدي لحدوث اعراض واضحة ولما نعمل التحاليل اللي احنا هنقولها دلوقتي بنشخص السكر المرحلة الرابعة بقى ان احنا عندنا مرض السكر النوع الاول ده لفترة طويل يبقى دي المراحل اللي بيمروا بيها بس النوع الايه الاول طيب ايه العوامل اللي هي بتقولي لا ده فيه خطر هنا ان احنا هيجيلنا سكر ازاي اعرف اننا كده في مرحلة الخطر اول حاجة اعدد الاجسام المضطرة والاجابية هل هو واحد ولا اكتر من واحد اول تاني حاجة القرابة من الدرجة الاولى لو فيه عوامل مراسية او عوامل بيئية وتعرض لبعض الايه الفيروسات طيب انا هعمل ايه في الاطفال دول هي الفكرة من ان انا اعمل فحص قبل مرض السكر ممكن تقول الناس طب انا هستفاد ايه ما انا كده كده هجيبي سكر لا هو الفكرة ان انا اول حاجة ان فيه نسبة كبيرة من الاطفال ان هما بيتشخصوا بالسكر ان هما بيتشخصوا من البداية بان هما عندهم تسامن كيتوني حمدي خلاص ان هو دايبة الكيتو اسيدوزيس فبالتالي ديه طبعا دخول مستشفى دخول عناية ممكن يبخيه اي مخاطر فبالتالي لو انا عارفة ان انا ممكن يجيلي سكر انا اكيد حتى اههب لان انا ايه ما يحصلش حاجة زي كده اه اه الى جانب ان المضاعفات اللي هي بتحصل اه بعد كده والمضاعفات بقى المزمنة دي اه اه يعني ثبت بالدراسات ان هي بتبدأ من بدر او من بداية ما بيبدأ السكر فيه الدم يتلخب مش من بداية ما يشخص السكر دي اول حاجة تاني حاجة ليه ما استغلش الفترة دي ان انا اثقف الطفل والاسرة تويس وعدهم ان هما يتعاملوا مع المرض بوقت كافي وان انا اخر طبعا او امنع حدوث السكر دي بقى ابحاث اه كتير وفيه فيه منها وصل لنتيجة وفيه منها لسه ما وصلش ايه لنتيجة زي ما قلنا الفترة دي مفيدة جدا عشان اثقف الطفل والاسرة ان انا افهمهم همية التغذية الصفية ان هو لازم الطفل يأكل اكل صحي ومش الطفل بك في صراحة هو مفروض الاسرة كلها لان مفروض الام والاب دول النموذج اللي هما الطفل حيبص لهم ويتعلم منه اه وان انا بقى ازاي اتابع السكر في البيت ايه التحاليل اللي انا مفروض اعملها كل فترة اه لازم اعرف اعراض السكر كويس عشان يعني لا خدر الله لما يحصل اي عرض منها يبقى انا كده ايه مؤهبة تماما ان احنا ايه ممكن اتعامل كويس من غير بقى اي فوف او قلب ويه الى جانب برضو ان انا اتابع بقى مع فريق التبي سواء بقى دكتور الغدد او آآ التغذية بحيس ان انا ابقى متابعة وعارفة انا هعمل ايه آآ لما يجيدي سكر ويه كيفية حساب الكاربوهيدريت عشان اعرف ايه ابقى مزبطة كويس مستوى الجلوكوس في الدم بعد كده طيب آآ هي الدراسات تعملت عند سن سنتين وسن ست سنوات آآ خدوا سكرين عند سن سنتين وسن ست سنوات ويه اخدوها من اهو اطفال اللي هما عندهم في العيلة حد عنده سكر سواء من الدرجة الاولى او الدرجة التانية ويه اعملوا الفحص بقى للاجسام المضادة وبيتابعوها كل فترة يبقى احنا كده اول خطوة بنعملها لو انا عند حد في العيلة عنده آآ سكر اول خطوة ان انا هعمل ايه اقيس الاجسام المضادة خلاص طيب آآ هقيس الاجسام المضادة دي كل فترة قد ايه دي حسب السن وحسب ايه درجة ايه من الارابة يعني لو درجة ايروبة يعني ف tragedyه ايه ممكن هتي بقى المسافة بين التحليل والتاني اقرب شوية مثلا سنة 3 سنين ويه اكتر لو اراوبة درجة تانية او كده لو بقى احنا هنتابع وما نلاقي اكتر من واحد من الاجسام المضادة يعني أنا كده دخلت في أنه مرحلة في المرحلة التانية لما لقي أفتر من واحد من الأجسام المضادة يبقى أنا كده ساعتها بقى حتجه للخطوة التانية إن أنا أتابع مستوى السكر إيه في الدم طيب أول طريقة واللي هي تعتبر إن هي أفضل الطرق للمتابعة وتحديد مراحل ما قبل السكري في الأطفال دول إن أنا إيه أعمل تحمل الجلوكوزي أحسن طريقة دينا إن إحنا نعمل تحمل الجلوكوز تحمل الجلوكوز ده إن أنا حقيس السكر الصايم وحقيس بعد ساعتين أو زي ما قلنا ممكن إيسه أربع مرات اللي هو بعد نص ساعة وساعة وساعة ونص وساعتين السكر الصايم اللي هو أقل من 100 ميلي جرام برديسي ليتر أو اللي هو خمسة وستة من عشرة ميليموت دي المرحلة الأولى المرحلة التانية بيبدأ بقى إيه زي جريزون كده بدأنا التراف في مستوى السكر من 100 ل 125 ميلي جرام برديسي ليتر المرحلة التانية بقى خلاص هي يعني زي السكر اللي هو كان أكتر من 126 ميلي جرام برديسي ليتر السكر بقى نص ساعتين حيكون أقل من 140 ميلي جرام برديسي ليتر ده في المرحلة الأولى وده السكر اللي هو إيه الطبيعي طيب لما بدأ يبقى فيه اختلال بقى في مستوى السكر حيبقى من 140 ل199 ميلي جرام برديسي ليتر أو 7 و 8 من 10 على 11 ميلي مول دي المرحلة التانية المرحلة التالتة بقى اللي هو من 200 أو أكتر اللي هو 11 و 1 من 10 ميلي مول برديسي ليتر المتاح أنا أكيد هلجأ لي وسائل تانية ومنها السكر التراكمي فهعمل إيه إن أنا حقيسه وهشوف معدل ارتفاعه من إياس للتاني خلاص وبينهم من 6 شهر لسنة يبقى كل مرة أشوف بيها لقد إيه بس أخلي بالي إن أنا في الأطفال الصغيرين ممكن تطور السكر يبقى سريع شوية فمش حيبقى بالنسبة لي طريقة حساسة في مطابعة السكر في الفرحلة دي وبرضه مش باعتمد عليه قوي في الأطفال اللي هما مصابين بأي أمراض بتأثر على هيموغلبين طب إيه الطرق التانية اللي ممكن أستخدمها لو أنا متاح عندي إن أنا أركب تي جي أم أو حساس بحيث إن أنا أشوف أعمل مراقبة مستمرة للسكر دي طبعا بتوضح لي بطريقة كويسة جدا التغيرات اللي بتحصل في مستوى السكر في الدم في خلال اليوم بحاله وسواء صايم سواء أكل حاجة إير أكشن بتاعنا لما كلنا حاجة السكر على قد إيه أو معلاش فبالتالي هي بتبقى طبعا طريقة بتوضح جدا مستويات السكر بس تغلمها طبعا في المرحلة التانية وانت لما يبدأ السكر يحصل فيه مشكلة مش بس تغلمها طبعا في الأول مجرد بس ما الأجسام المضادة تبقى موجودة الطريقة السهلة بقى في البيت إن أنا أجيب جهاز سكر وإيس بيه بانتظام ممكن سكر صايم ممكن لما أكل بعد ساعتين بحيث إن أنا أبقى إيه يعني متابعة مستوى السكر عندي أخبار إيه ده بالنسبة للفحوصات اللي هي ممكن تتعامل في الفترة دي اللي هي قبل السكر لو أنا عندي طفل تاني عنده سكر أو حد في العيل عنده سكر وأنا خايفة على إيه بني ممكن ينجده سكر ولا لا ببدأ بالأجسام المنضة دايما وأولا وبعد كده إيه لما يبقى عندي كده جسمه مضاد إيجابي هبدأ إن أنا أقيس مستوى السكر في الده فيها بحاية عمل بتشوف الوقاية هل ممكن السكر النوع الأول داي بقى فيه منه وقاية يعني أنا الطفل يخف أو أنا سوري مش يخفي يعني ما يجلبوش السكر النوع الأول أصلا فيه وقاية أولية إنه هو قبل ما الأجسام أصلا المضادة بإيجابية وفيه أبحاثة عملت على الوقاية الثانوية إنه هي بقى خلاص الأجسام المضادة إيجابية يعني في المرحلة التانية بس قبل ما يحصل خلل أو حصل خلل بسيط في مستوى السكر الوقاية الأولية إنهما استخدموا في الأطفال الردة إنسوين بالفن أو لقاحات معينة أو اللي هي عطائمة زي الكازين في اللبن أو البروباياتيكس الحاجات اللي كلها استخدموها في الأطفال في السنة الأولى من العمر المد السنة يشوفوا كده هل ده بيقى فعلا من إنه هو يجيله سكر نوع أول ولا لأ ولكن الأبحاث دي يعني ماشي لقوا إن فيه فعلا بيبقى فيه تأثير على المناعة بتاعت الجسم ولكن مش بتقي من السكر النوع الأول الوقاية السنوية بقى هي اللي لقيت فعلا نسبة نجاح وهي إن أنا أكتر حاجة لقيت نسبة نجاح إنهنا دايما قولنا كده نستخدم أدوية بتهاجم آآ الخلايا اللي هي بتأثر على آآ أو بتسبب المناعة الزاتية خلاص من أشهر هذه الأدوية اللي هي إيه التبليزوماب زي ما احنا شايفين اللي هو تيزل آآ آآ ده بيستخدم في المرحلة تانية من السكر والأبحاث فعلا يعني تعمل كذا بحثة على عدد كويس من العينين ولسه حيتعمل آآ أبحاث أكتر على عدد طبعا أكبر آآ ولقوا فعلا إن فيه نتائج إيجابين بس هل هو هل هو بقى حيقينا من السكر؟ لأ هنشوف كده هو بيعمل هو أول حدا هو عبارة عن هو ده بتعمل نحو كمين الخلايا الزائية اللي هي المنشطة اللي هي بتعمل هجوم على خلايا آآ آآ البنكرياس وبتمنع افراء أو بتبعيها للإنسولين مترس بتفقد هل هي تمنع المرحلة؟ بيعمل حاجة أنية أنه هي عادة بالخلايا الزائية التنظيمية اللي هي إيه؟ اللي هي بتنظم آآ المناعة اللي في جسمي وإن هي برضو بتمنع مع الوقت اللي هي المناعة الزائسية اللي بتهاجم الجسم سنة من سنة كام؟ من سنة 8 سنة للأطفال؟ مرحلة بنيا من المرض اللي هو خلاص بعانتي نعتذر لهذا الخلل الحاصل وإذا كان الحديث حول موضوع الدواء الجديد الذي تم الموافقة عليه من جمعية الدواء والغذاء الأمريكية الـ FDA باسم الدواء المختصر تيزي التي كانت تشرحها الدكتورة شيما عن هذا العلاج بعد التجارب التي كانت قد أجريت دكتورة شيما مرة أخرى معك؟ لمدة 14 يوم بنتي العلاج لمدة 14 يوم وبنشوف بها تأثيره في خلال هو عناصتي واصل ولا لأ؟ نعم واصل دكتورة فضلي فبالتالي دودت الفترة اللي هي قبل ما يحصل السكر وإن إحنا نبقى عندنا قلق وسترس عشان نزبط السكر وعشان نزبط الكربوهيدريتز وعشان نقلل الأعراض ونقلل المضاعفات فبالتالي هي دي الأهمية بتاعته طبعا مشكلة أصح إحنا ما عملناش وقاية من السكر المشكلة الثانية أنه هو العلاج فعلا باهز التكلفة وأنه بيبقى ديه أعراض جانبية زي نفس عدد الدم الأبيض وده بيتحسن مع الوقت يعني مع بعض اليومين الأولانيين من العلاج ممكن بيبدأ يتحسن برضو بيحصل معايا زي حمى وشعور بالتعب وألام في المفاصل والعضلات وعشان كده بيدوق معايا بيدوق معايا مساكينات وحاجات كده تقلل المضادات الحساسية بحيث أن يتقلل الأعراض دي ده بالنسبة لتيبلوزومي طيب في مراحل تانية قلنا من اللي هي بقى قبل المرحلة الأولى قبل ما يحصل أصلا أن الأجسام المضادة تبقى موجودة بعملها في الأطفال الردع هم المعرضين في الإصابة يعني في حد في العيلة عنده سكر بستخدموا ليه؟ عشان بس مجرد أن أدرب الجهاز المناعي أنه ما يهاجمش الخلايا المنتجة للإيه للإنسانين إزاي؟ زي الخلايا اللي احنا استقلنها من شوية الخلايا التائية التنظيمية اللي هي بتعمل ضد إيه المناعة الزيتية في المستقر فبالتالي أنا من الدراسات اللي احنا قلناها للأسف هو ما فيش طريقة للوقاية من السكر كل الدراسات وصلت وخاصة اللي هي التفلوزوميب اللي نجح في الموضوع ده هو مجرد أنه هو أخر السكر آه هو يعني فرني أنه هو قللي الفترة اللي حصل فيها سكر لأنه هو يكون الطفل يتأخر حدوث السكر فيه خمس سنين أو أكتر ده طبعا ممكن يجيله مثلا لما يكبر ما بقاش طفل صغير أو ممكن لما بيكبر بقى واعي أنه هو إزاي يزبط أكله وياخد الإنسولين بتاعه آه لكن كحاجة طقي من السكر للأسف حتى الآن كل الدراسات لسه قائمة ومفيش حاجة لحتى لأيه طيب بالنسبة بقى للسكر النوع الثاني آه زي ما قلنا أهم سبب ليه اللي هو زيادة الوزن ومقاومة الإنسولين والعوامل المراسية آه والأسباب الثانوية ممكن عدم مراسل الرياضة ورتفاع ضغط الدم الكوليسترول آه بعمل ايه للطفل ده إن أنا آه مجرد أن الطفل بقى وزنه زيادة أو فيه أي علامات من علامات مقاومة الإنسولين أنا لدي ما إيس السكر صايم واشوف تحمل الجلوكوز والسكر التراكمي والدهون بالدم إلى جانب إن أنا برضو أتابع الضغط واشوف الوزن بانتظام أشوف مستوى الدهون زي ما قلنا وضيف الكبد والكلة وأشوف أي مضاعفات بتأثر على القلب أو برضو التنفس أثناء النور المهتبع دي بعملها كل قد إيه؟ ممكن كل سنة ممكن أكتر حسب هل في عواني الوراثية موجودة أو في أطفال أو كبار مصابين بالسكر النوع التاني أو مصابين بأمراض القلب والأوعية أو التفل ده بيزيد في الوزن كتير يعني هو من فترة لفترة بيزيد برضو فده معناه أنه هو معرض أكتر أنه هو يجيله إيه؟ سكر أو التفل في مرحلة ما قبل السكر فبالتاني هو لازم يتابع باستمرار عشان يعني إما نحاول أنه هو ما يدخلش فيه سكر النوع التاني على قد ما نقدر أو أنه هو على الأقل إيه؟ بنضبطه بحيث أنه ما يحصلش مشاكل أو ضعفات جامدة لما يجيله السكر طيب إيه أدرار المرحلة في السكر النوع التاني بالذات؟ أدرار المرحلة دي لأنه دايما إحنا عايدين في الأول أن السكر النوع التاني بيبقى أعراضه بتحصل ببط فبالتاني الموضوع بياخد وقت على بال ما أشخص أصلا أن أنا عندي سكر وبتبقى بقى المضاعفات بدأت بذورها يعني بدأت بتحصل بشكل مبدئي في الجسم من فترة أو مرحلة ما قبل السكر وبالتالي وفيه زيادة زيادة الخطر خطر الإصابة بالسكري والإصابة بأمراض القلب والسكتر الدماغية والبصر طبعا بيأثر على البصر والأعصاب والأغاية الدموية الترفية والفشل عشان أقري بقى من داء السكر من النوع التاني لازم أننا الطفل اللي هو الوزنه زي الده من الأول فالس أو عنده بدايات مقاومة إنسونين لازم أهتم بالدعم النفسي ده أول حاجة الدعم النفسي للطفل والأسرة ولازم الأسرة كمان هي نفسها تدعم طفل يعني مثلا خدت حاجة بسيطة يعني أشجعه مش أقوله إيه ده هو ده بسيط اللي أنت خدته أو مثلا إنه هو بدأ يعمل تصرف صح من اللي وإحنا قلناه وإحنا عايزين بنتكلم معي لا أشجعه إنه هو يبقى أخسر حتى لو أنا فوقت نظري مش شايفة ده إنه هو أخسر طيب إذن يبدو أن الدكتورة فقدت الاتصال بالإنترنت ننتقل إلى الخطة البديلة اسمحوا لي أن أشارك معكم ما وصلت إليه تقريبا الدكتورة بخصوص العلاج اللي هو التبلزيماب أو يختصروا باسم آخر اسمه تيزيلد وهو السؤال هل هو إذا تقيم تشينجر هل هو سوف يغير المعادلة بالنسبة للأطفال قبل إصابتهم بالسكر يعني ما هو التبلزيماب ما هو التيزيلد ما هو هذا العلاج الذي تم الحديث عنه في الفترة القريبة الماضية كيف يعمل ما هي طريقة العلاج وما هي ثبعات العلاج من ناحية السلامة للمريض وما سيحمل لنا المستقبل طبعا نزل في الأخبار إذا كنتم متابعين للأخبار عن هذا العلاج بعدما كانت الفود دراج آثرة الاف دي اي اي ابروفز يعني خلاص اعتمدوا هذا العلاج وهو أول علاج لتأخير الإصابة بالسكر النوع الأول فلما نزل في الأخبار كان حقيقة الكل متشوق أنه يعرف أكثر عن هذا العلاج فنزلت في تقارير عن هذا الموضوع أحاول أنه ألخصها بالتالي طبعا قبل الحديث عن العلاج هذا اللي هو يعتبر علاج مناعي لو نستقرأ التاريخ منذ اكتشاف الإنسولين في عام 1922 كانت معظم الدراسات تتحدث عن الإنسولين وتطوير الإنسولين من أين يستخلص الإنسولين هل هو إنسولين حيواني هل هو إنسولين بشري هل هو إنسولين مصنع واستمرت حقيقة التجارب المختلفة طيلة السنوات الماضية لكن لم يتم التطرق بشكل قوي بالنسبة للعلاجات المناعية في العلاجات المناعية كانت دراسة قديمة تتحدث عن استعمال أحد الأدوية المناعية وكان له بعض التأثير ولكن كان هناك ملاحظات حادة وشديدة بخصوص السيفتي يعني مؤمنية أخذ هذا الدواء فترك الموضوع في الأبحاث المناعية لفترة ثم التبلزما كان قد طرح كفكرة باستعمال نفس هذا الدواء الذي نتحدث عنه الآن في نهايات التسعينيات من القرن الماضي وتم البحث عن تأثيراته في المختبرات وكيف يعمل وكيف يأثر على الخلايا المناعية التي تستحث الجهاز المناعي وبالتالي يتأثر الخلايا المفرزة للإنسولين اللي هي بيتا سيلز إلى حاد نهايات العقد الماضي حيث أنه تم اكتشاف التأثير الإيجابي دون مضاعفات حادة وكثيرة يعني هذا الرسم التوضيحي يبين أنه عندنا خلايا بيتا سيل مفرزة للإنسولين موجودة في البنكرياس موجودة في جزر لانجرهانز اللي هي موجودة في البنكرياس العرض المفرز للإنسولين وكذلك توجد خلايا منظمة وتوجد الخلايا التائية اللي كانت تتحدث عنها الدكتورة شيما في حديثها قبل ما ينقطع عندها النت ففي الحقيقة هذه الخلايا ممكن هي تعمل يعني تفقد الخلايا بيتا تفقد وظيفتها في عملية إفراز الإنسولين الآن هذا العلاج اللي هو يسمى monoclonal antibody اللي هو عبارة عن نوع الأسام المضادة يشبك مع هذه الخلايا التائية وبالتالي يعطل عمل هذه الخلايا في سبيل أن هذه الخلايا ما تخرب عمل الخلايا بيتا لما بالتالي إذا كانت هذه الخلايا بيتا ما تعطلت بسبب هذه الخلايا التائية يبقى الإنسولين يفرز من عندها بشكل طبيعي وما يصير سكري طبعا هذه النقاط هذا رسم توضيحي آخر يبين المراحل المختلفة لما هي قبل السكري فعندنا genetic risk يعني استعداد لتقبل وراثي إذا كان أحد الأقارب من الدرجة الأولى لديهم سكري طبعا تزيد احتمالية أن الطفل يكون مصاب بالسكري لكن هذا لا يعني أنه إذا كان أحد الأطفاء لأحد الأخوة مثلا مصاب بالسكري فإذا بسأل حتمية أن الطفل الذي نتحدث عنه سيصاب بالسكري مع الاستعداد الوراثي إذا صار تحفيز للنظام المناعي هنا ممكن أنه الخلايا بيتا تتعرض إلى هجوم من الخلايا المناعية وبالتالي يحصل الاستجابة المناعية وهنا تبدأ مرحلة تكوين الأسام المضادة التي تهاجم الخلايا بيتا التي تفرز الإنسولين وبالتالي إذا صار هجوم على الخلايا بيتا نحن نمر بعدة مراحل المرحلة الأولى الثانية والثالثة التي يتم فيها تشغيل السكري فإذا المرحلة الأولى لما نفحص السكر عند الطفل يكون السكر طبيعي ولكن الأسام المضادة تكون تكونت فإذا كان عندنا أكثر من جسمين مضادين نحن عندنا مجموعة أسام مضادة نعرفهم يعني بالأسم فإذا كان تكون عندنا اثنين أو أكثر من الأسام المضادة هذه هي نعتبرها المرحلة الأولى ستيج 1 طبعا هذه الفترة بما أن السكر طبيعي بالتالي ما فيه أعراض يعني بالصدفة إذا واحد يسوي تحليل يكتشف أنه فيه أسام مضادة لكن أعراض ما فيه السكر يكون ضمن الطبيعة المرحلة الثانية أن هذه الأسام المضادة التي تكونت بدأت تأثر بشكل أو بآخر على عملية تكوين الإنسولين بالتالي هنا السكر قد يكون النتائج مال السكر تكون مثل ما ذكرتها الدكتورة شيماع عملية التحمل ونسميها glucose load أو glucose tolerance test لما نعطي الشخص يكون صايم ونعطيه محلول سكري ونقيس للسكر بعد ساعتين حتى نشوف الجسم كيف يتعامل مع السكر هنا ممكن أنه يكون اختلال في قراءات السكر لكن هذه المسألة ليست مستمرة طول الوقت خلال النهارة والليل فبالتالي الشخص كذلك لا يكون عنده أعراض no symptoms في هذه الفترة طبعا الأسام المضادة تكون موجودة في المرحلة الثالثة خلاص بعد هذه المرحلة أنه تبين الأعراض نتيجة أن السكر يصير مرتفع وإذا ارتفع السكر بدأت الأعراض بالظهور طبعا دخلت في هذه المرحلة عدة شركات أو منظمات ومؤسسات معروفة للبحث عن علاج مناعي حتى مثل ما ذكرنا قبل شوية هذا الأس طوروا المونوكلون الأنتيبودي حتى يمنع الخلايا التائية من مهاجمة خلايا بيتا وإفساد عمل بيتا فعملوا هذا البحث في أربع دول رئيسية ما بين 2011 إلى 2018 يعني استمر البحث فترة تعتبر لا بأس بها فترة من الزمن حتى يحصلوا الناس اللي يدرسوا عليهم هذه الدراسة ويختبروا عليهم هذا الدواء الجديد فاختاروا أن الأشقاء مثلا أو الأقارب للطفل مصاب بالسكر الطفل المصاب بالسكر يقال خلاص هذا صار فيه السكر إحنا نروح نشتغل على الإخوان مثلا أو الأخوات أو الأب أو الأم أو إذا كان شخص مصاب كبير في العمر يأخذون أولاده يعني عشان يشوفوا لأنه إحنا قلنا أنه فيه استعداد وراثي استعداد قبل وراثي فحتى يشوف أنه هذا الأقارب من الدرجة الأولى هل هم ممكن أنه نقيهم من الإصابة بالسكري أو لا بإعطائهم هذا الدواء المناعي واستمر هذا طبعا اختاروا أنه الأقل عمر يدخل في هذه التجربة عمره ثمان سنوات واختاروا كذلك الناس اللي عندهم قابلية عالية للإصابة بالسكر واختاروا كذلك لما عملوا يعني شافوا الأقارب يختاروا فقط اللي عنده أجسام مضادة للسكري تمام؟ ويأخذوها في عينتين خلال ستة أشهر قبل ما يدخلوا الطفل في أو هذا القريب أو هذا الشخص في عملية إعطاء هذا الدواء طبعا لما يعملوا لتحمل السكر أو الكلوكوز لود أو هذا الفحص مال السكري يعطوه محلول السكري عشان يشربه لازم يكون عندنا ما يكون النتيجة الطبيعية يعني فيه موجود أسام مضادة مؤثرة على خلايا بيتا المفرزة للإنسورين بطريقة أو بأخرى طبعا حصلوا 112 participants يدخل في هذا البحث 36 من عندهم ما دخلوا في عملية البحث كاملة لأن 31 من عندهم مثلا لما عملوا للفحص هذا تبع المحلول السكري طلعت النتائج جيدة يعني ما يخضع للخصاص اللي وضعوها للناس اللي يدخلوا في هذه التجربة أربعة من المشاركين قرروا أنه عدم التزام بقواعد البحث وواحد لم يوفق لأنه يعني يوافق الشروط المطلوبة فبالتالي صاروا 76 شخص مهيئ لدخول هذه الدراسة أربعة واربعين من عندهم استلموا هذا العلاج الجديد واثنين وثلاثين من عندهم استلموا إحنا نسميه كلاسيبا أو العلاج الكاذب يعني هذول الطرفين هما مستلمين الشيء يعني يعطوهم شيء لكن ما يعرف في ذاك الوقت أثناء التجربة وهذه واحدة من الطرق حقيقة البحثية الرصينة التي تعتمد حتى نعرف أنه نتيجة هذا الدواء الجديد فعالة أم غير فعالة نخفي على الجميع طبعا بعلم المريض إحنا نقول له إحنا ما رح نفسح عن مكنون ما أعطيناك يا الباحث الرئيس يعرف عن طريق التتبع بالأرقام أنه ماذا استلم كل مريض على حدة لكن ما كان يعرف هذا أثناء التجربة يعرفها فيما بعد لما يتم الكشف طبعا فبالتالي أربعة واربعين مريض استلموا الدواء 32 من عندهم ما استلموا الدواء وهذه النتيجة بعدين بدت تعرض النتائج طبعا استلموا الدواء في أول يوم في البحث واستمر إعطاءه لمدة أسبوعين كاملات وهذه الجرعة التي أعطيت بها المجموعة الثانية كانوا أعطوهم محلول ملحي فقط فنتيجة البحث بخلاصة حتى من طيل عليكم كثيرا معظم الدخلة وفي الدراسة هذه 72% من عندهم هم أعمارهم أقل من 18 سنة المتابعة استمرت 745 يوم كمتوسط طبعا أقل واحد استمرت في هذه الدراسة 74 يوم وأطول واحد استمرت في هذه الدراسة 2683 يوم فبالتالي المتابعة أكثر من ثلاث سنوات كانت متحققة عند ثلاثة أرباع المشاركين عند 57 مشارك في هذه الدراسة الآن هنا تعرض أمامكم يعني الناس اللي استلموا هذا العلاج مقارنة بالناس اللي استلموا المحلول الملحي هذا توزيع أعمارهم هنا متوسط الأعمار كان 14 سنة هنا متوسط الأعمار 13 سنة وهكذا وهذول هنا تصنيفاتهم يعني هذا إخوان شخص مصاب بالسكري مثلا هذا أولاد أحد مصاب بالسكري هذه أولياء أمور مصابين بالسكري وهاتب تمام؟ وهذه الأسام المضادة التي وجدت عند المشاركين فالناس اللي استلموا التفلزيماب أربعين مشارك من عندهم كان عنده هذا النوع من الأسام مضادة خمسة واربعين في المئة من عندهم عندهم هذا النوع وهكذا لأن عندنا احنا خمس أنواع رئيسية من الأسام المضادة وإذا تذكرون نحن قلنا حتى اللي يختاروهم في الدراسة لازم يكون عنده على الأقل نوعين من هذه الأسام طيب شنو اللي وجدوه بعد الناس تايبوان دايابيتس وزا دايغنوز في فورتيتو بارتسيبنت يعني خمسة وخمسين في المئة نصف المشاركين صار فيهم عندهم سكر النوع الأول خلينا شوف يعني شلون هذي اللي صار طبعا هذه طريقة إحصائية شوية متقدمة حتى نعرف التأثيرات إذا كان للشخص في هذه الذراع اللي هم الناس اللي استلموا الدواء في هذا المنحنة الناس اللي استلمت المحلول الملحي أبسط لكم البيانات الموجودة الآن ما تم توصل إلى نمبر وذاوت دايغنوز الناس اللي استلموا العلاج هذا التبلزماب خمسة وعشرين من عندهم ما صار فيهم سكر النوع الأول تسعة عشر من عندهم صار عندهم السكر النوع الأول في حين الناس اللي عندهم استلموا المحلول الملحي تسعة من عندهم ما صار فيهم وثلاثة وعشرين من عندهم صار فيهم يعني بمعنى آخر الأغلبية اللي اخذوا محلول الملحي فقط من الأخوان اللي عندهم أسام وضادة بالنهاية انتهوا أنه صار عندهم سكري النوع الأول في حين الأغلبية من الأخوان أو الأقارب اللي استلموا هذا العلاج الأغلبية من عندهم ما صار عندهم سكري وهذه الآن البيانات المعروضة أمامكم استمرت هذه لمدة ستين شهر من بداية الدراسة فمثلا إذا نأخذ هنا على سبيل المثال هذا المقطع الآن إذا كان الشخص استلم محلول ملحي من هذول الناس اللي هما قلنا يعني عندهم احتمالية الإصابة بالسكري عالي بعد سنتين من بداية الدراسة صار عنده سكري في حين هذول اللي استلموا الدواء المناعي بعد سنتين ما صار عندهم سكري متى صار عندهم السكري بعد 48 شهر تمام فبالتالي إذا نأخذ مرة أخرى مقطع آخر بعد مرور سنة من الدراسة اللي عندهم استلموا محلول ملحي 14 منعدهم من أصل 32 انتهوا عندهم السكري 44% منعدهم بعد سنة من أخذ العلاج المناعي ثلاثة فقط من أصل 44 صار عندهم السكري يعني 7% فقط صار عندهم السكري لاحظ بعد مرور سنة من عملية الفرز 44% من من الأخوان أو الناس اللي عندهم خطورة عالية في الإصابة من السكري حسب المعطيات والخصائص التي كانت مذكورة سابقا 44% منعدهم بعد سنة أصيبوا بالسكري في حين 7% فقط الذين استلموا العلاج المناعي صار فيهم علم السكري طبعا هذا إلى ماذا أسس أسس إلى أنه بدأوا يدرسون العوامل التي تقول أنه الناس يعني هنا التبلزما بالعلاج المناعي نتائج أفضل مقارنة بالملحي فدرسوا شنو أنواع الأسام المضادة الموجودة أي وحدة من عندها إذا كانت موجبة كانت النتائج أفضل أي وحدة اللي كانت سلبية كون نتائج أفضل فوصلوا إلى عدة نتائج هذه قد تهم الأطباء أكثر مما حديثنا اليوم للعامة لكن هذه المؤشرات الرئيسية الأسام المضادة هذا النوع إذا كانت مما وجودة عند الشخص المصاب السكري ما مصاب عفوا اللي داخل في هذه التجربة إحنا قلنا لازم يكون عندها على الأقل الأسام مضادة 2 من أصل 5 فاللي ما عندهم هذا النوع من الأسام مضادة كانت فرص الاستفادة من العلاج المناعي أكثر من الآخرين كذلك النوع هذا من الاستجابة المناعية إذا ما كانت موجودة عند الشخص فالاستجابة أكثر وهكذا تمام فخلصوا إلى نتائج أنه هذا التيزيلد اللي هو يعطى عن طريق الوريد لمدة 14 يوم وكل يوم يأخذ على مدى 30 دقيقة قد يكون إلى نتائج إيجابية كثيرة في تأخير الإصابة بالسكر وليس منعها تماما طبعا هذه دخلتنا في موضوع أنه هل يتعين علينا إذن أن نحضر هذا الدواء إلى كل مرضانة وهذا طبعا خلق نقاش كبير في الموضوع تكلفة العلاج لمدة 14 يوم هي 194 ألف دولار التأخير في الإصابة بالسكري له أهمية وخصوصا للأطفال يعني هذا الذي تأخر عند الإصابة بالسكري سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات بناء على المعطيات هذه هل هذه جديرة بأن واحد يحاول فيها أم يقول لا ولا التكلفة عالية وعليه نترك المسألة ما في فائدة كثير خصوصا أن الطفل سيكون مصاب بالسكر سيكون مصاب بالسكر أنا أقول أنه إذا كل ما قدرنا نأخر الإصابة بالسكر معناها أعطينا فرصة للطفل يعيش حياة أفضل من غير ألن من غير الوخس المستمر من أجل القياس السكر من غير القلق الذي يصيب الوالدين إذا كان السكر ممكن يرتفع أو ممكن ينزل وخصوصا إذا الطفل يبدأ يأخذ إنسولين وما شابه وهذه كلها لها آلام كبيرة وقد لا تقدر بثمن ما يشعر بها إلا المصاب بهذه الحالة بالمقابل يطرح السائل السؤال يقول هل علينا إذن أن كل الأطفال الذين أصيبوا بالسكر نجيب أخوانهم ونفحصهم وبالتالي نقرر إذا كان في احتمالية الإصابة يكون عالي إذن نعطيهم الدواء ليصبح مقر من قبل الFDA يجيساء الآخر يقول وهل مؤسسات الصحية في العالم تستطيع توفير هذا العلاج الوقائي المحدد بفترة معينة رغم التكلفة العالية هل بإمكان توفير هذا فإذن هناك كثير من الأسئلة التي طرحت وهذه لا تزال في دوائر النقاش ما بين المتخصصين في هذا الموضوع نعم نقول أن هذا الدواء هو بارقة أمل لأن لأول مرة لدينا علاج مناعي يؤخر الإصاب السكري كما تم تطوير علاجات الإنسولين خلال المئة سنة الماضية وأصبحت متوفرة بطرق مختلفة للإعطاء وبشكل آمن وبأقل مضاعفات كما كان في السابق من المنواع القديمة نقول أن هناك بارقة أمل كبيرة بهذا العلاج المناعي الذي تم الإفصاح عنه وتعامل معه خلال السنوات القليلة الماضية لعل نكون هناك علاج مناعي أفضل وأحسن بعد أن يتم التطوير التيزيل إلى شيء أفضل وهذا مثل ما ذكرت أنه لا يزال الحديث في أروقة العلم للنقاش أنا أستوقف الحديث هنا وأشوف الدكتورة شيما معنا مرة أخرى أهلا وسلم دكتورة شيما لا أسمع الصوت بس أشوفك ميوت انتلام أهلا بحمد الله يحفظك أنا أعتذر أعتذر لن شفت أيوة الآن أسمعك الصوت ما سال وتقطع نعم نعم أسمعك تفضلي أنا أسفة طبعا عن النت مش عارفة النهاردة مشكلة وإيه بصراحة أنا بس كان فيه جزء صغير فاضل أنا كنت بتكلم على التغذية بس في الآخر وإن إحنا أهمية إن إحنا في الفترة اللي هي قبل ما يحصل السكر إحنا نجد أن نخلي الطفل والأهل إنه إذا عرفوا إيه الجزاء الصحي وإيه الجزاء اللي هو مفهود إنه هما يبعدوا عنه هي دي بس كانت الجزئية اللي فاضلة في تفضلي تفضلي استكمل يعني حاولي إذا تحبين تعرضين الشراء أحمالتك من جديد أنا بس كنت أحاول أستغل أملي الفراغ اللي حصل يعني لا تمام واستفدنا كتير من كلام حضرتك يا دكتور فسعين الله يحفظ إحنا بس أنا كانت فاضل بحيث إن إحنا نقلل المياه الغازية السكريات المقررة الدهون والأطعامة كثيفة السعرات وإن إحنا كمان إن إحنا نقلل من إحنا نأكل برا البيت لأن الأكل برا البيت بيبقى فيه زي ما إحنا عارفين فيه مقبلات كتير ودهون وكده فبالتالي بتأدي لزيارة الوزن وزيارة الدهون في الدم ونقلل استخدام البروسيس ستفوت عشان ده طبعا من الحاجات اللي هي غير صحية وإن إحنا نهتم التناول الفضروات والفواكل والحبوب الكمل هو ده كان الجزء اللي فاضل أنا بس كنت عايزة ألخص في الآخر إن إحنا مفروض إن إحنا هل فيه وقاية من السكر الأول ولا لأ لا هو مفيش وقاية زي ما حددتك برضو تفضلت وقل مفيش وقاية من السكر لكن الفكرة إن إحنا كل الأبحاث الموجودة دي بنحاول إن إحنا نزود الفترة اللي هي الطفل بيتحرك وعايش حياته طبيعيا لكن بالنسبة لأطفال في السكر النوع الثاني في المرحلة دي ممكن إن أنا طبعا إيه أقن الطفل من السكر النوع الثاني إن أنا أقلل الوزن وإن أنا أضبط أكله ويلعب رياضة وبالتالي حيبدأ حيبدأ يتحسن ومش حيدخل في السكر النوع الثاني خلي نشوف إذا كان عندنا أسئلة في هذا الموضوع في نهاية هذه الحلقة لا يسعني لأن أشكرك كثيرا على تحضيرك وحضورك معنا ومشاركتك ولا تشيد نهم بالأخطاء التقنية هذه اللي صارت المشاكل هذه خارج عن إرادة وتحصل إن شاء الله تشاركين معنا في لقاءات أخرى وسلامنا لكم ولأهل الإسكندرية وأهل مصر جميعا دمتم بخير مشاهدين الكرام الحلقة سوف تكون إن شاء الله مسجلة وتعرض تباعا وبإمكانكم الرجوع إلى الحلقات السابقة على مدى السنة والنصف الماضية من حلقات ساعة السكري إما على موقع دايا بوينت على قناة يوتيوب أو على موقع الجمعية العربية لإمراض غدد الصم السكري على الفيسبوك أس بيد شكرا لكم لحضوركم وشكرا لكم على استماعكم وشكرا لمن شاركنا بأسئلته ونتمنى للجميع دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا